احنا في تفاصيل كتير احنا كل المتخيلين وان لو سبنا ازازة بارفان في العربية حتنفجر لو سبنا علبة مرازيل في الجو الحر ممكن تشتعل وخلاص او لو ملينا تنكل بانزين اكتر مما ينبغتنا الموضوع اكبر بكتير مما احنا متخيلين طبعا طبعا يا فندم احنا القصة بس مش قصة يعني هذيك تتكلمي على خطأ مستخدم لكن في حاجة بسبب العربية نفسها لو في اي خلل في العربية ممكن يحصل عنها يشتعل اللي هما الست الانظمة الرئيسية اللي موجودة في العربية ده لو في حاجة في حاجة تانية برضو احب اقولها بالنسبة للعربات الكهربائية دلوقتي العربات الكهربائية بدأت تنتشر لو في عندي تلف البطاريات البطاريات الليسيوم ايون اللي بتتشغل العربيات السهرات الكهربائية لو في عندي اي مشكلة في البطاريات يعني العازل اللي فيها او الغلاف اللي فيه فيه اي مشكلة نتيجة تصادم أو نتيجة أن فيه أي حاجة ضربت فيه فده ممكن يعمل ماس كهربائي جوه الأنظمة أو جوه البطارية نفسها ممكن بطارات الليسيوم بتشتعل بطريقة رهيبة وممكن توصل للانفجار ده بقى بيبقى كارثي يمكن الناس بتبقى باستخدام طفيات الحريق كمان بتحاول تستخدم مياه في العربيات العادية لو ده حصل مع عربية كهربائية ده ممكن يحصل مشكلة أكبر طبعا لا حضرتك المفروض أن طفيات الحريق دي بتبقى طفيات الحريق دي بتبقى مصحوق مياه جاف مش مياه لا أنا قصدي أنه الناس بتستخدم طفيات والناس التانية بتتطوع بتلاقي تتقوم جاية جارية على طول جايبة مياه وتحطها على ما هو المياه دي برضه حضرتك فيه ممكن تعمل مشكلة أنه لو فيه تصرب للسوائل موجود على الأرض وانا رميت مياه والسوائل دي مشتعلة ممكن يحصل إيه السائل البترولي بيبقى أخف من المية فبيعوم على وش المية فبتلاقي المية بتجري واخد السائل البترولي فوقيها تسحب معاها في الطريق أو انتشار حريق في المنطقة كلها فما بننصحش في المية عشان كده معظم طفات الحريق بتبقى موجودة مصحوق مياه وجيف طبعا طبعا الجزء بقى التاني اللي هو خاص بالمستخدم خطأ السلوكيات الخطئة لما احنا بنقول في الجزء الأول إن فيه خلل لو فيه خلل في الأنظمة الستة دي بيحصل منه حريق يبقى الطبيعي إن لو حاصل الجزء الخاص بالمستخدم إنه هو إهمال السيانة يعني المفروض بتعمل سيانة دورية للأنظمة دي كلها طب لو ما عملتش السيانة هيحصل خلل طب لو حصل خلل ممكن يبقى فيه فرصة كبيرة جدا لحدوث حريق يبقى أول حاجة الصيانة الدورية تاني حاجة الأعطال إصلاح الأعطال الأول بأول يعني لقيت أي عطل في العربية ما استناش لقيت مثلا مشكلة في دايرة الكهرباء ما استناش لازم أصلحه في ساعتها عندي مشكلة في دايرة الوقود أصلحه عندي مشكلة في دايرة التبريد لازم أصلحها في ساعتها تمام إيه لما نستناش عليه أبدا نستناش على أي عطل خالص التبريد بالذات التبريد بالذات دورة التبريد التحديداً يعني؟ أي عطل أو أي خلل في الستة أنظمة دي ممكن يحصل منه حريق